حضر حالك معلم تعال شوف الأجهزة اللي وصلت القائمة الثانية وصلت من النسخ العالمية بدأ تأخذ MIUI 13 هيا بنا يلا تعال شوف جهازك موجود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين واليوم يا جماعة يا طريبين يا حلوين يا صيمين ولا مفطرين ولا صيمين مش عارف هل ينزل الفيديو هذا تكون مفطرين ولا تكونوا صيمين الله أعلم على العموم ما في مشكلة يا جماعة يا حلوين يا طيبين يا صيمين يا مفطرين في هذا الفيديو بدنا نشوف اليوم إن شاء الله القائمة الثانية اللي وصلت لهواتف شاومي اللي بتأخذ أم أي أي 13 في خلال هذه الأيام وبدنا نشوف إيش القائمة والمواعيد وخلينا نروح نشوف التفاصيل لا تنسى ندعم بالإعجاب والاشتراك وإذا ما بتكاش تعمل إعجاب واشتراك مين هيعمل إعجاب واشتراك هيا بنا يا غالي علشان إحنا نحط النقاط على الحروف ونفهم الموضوع أكتر الآن عنا النسخ العالمية أخذت اللي هو أو نزلت القائمة الأولى والآن القائمة التانية القائمة الأولى اللي الآن موجودة أمامكو عشان أنت تتأكد أنه جهازك أخذ أو ما بديش أخذ في القائمة الأولى تطلع معيها القائمة الأولى زي ما أنت شايف اللي هو 111 ألترا 111 111i 111 Lite 5G 111 Lite شاومي 111i 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 برو وريدما نوت عشرة برو ماكس وريدما نوت عشرة جي جي اي وريدما نوت تمانية الفين وواحد وعشرين وشاومي باد فايف وريدما تين اللي هو ريدما عشرة وريدما عشرة برايم نفسه هذا بيجي هندي ومي إلفن اكس هو نفسه البوكو اف تلاتة ومي إلفن اكس برو. لاحظوا هنا انه هذه الاجهزة كلها هذه الخلاص يعني الوفرود كلها تكون خلصت هي تقريبا كلها اخدت بالنسبة للنسخ العالمية في اللي هو الربع الاول هذه القائمة الاولى طبعا للعلم طرافكم فيه كمان اجهزة اخرى كمان اخدت فيه الربع الاول اخدت التحديث الان خلينا نيجي نشوف الان القائمة التانية نقول لك هنا هواتف MIUI 13 من شاومي بدأت اطلقها في الربع التاني المؤهلة في الربع التاني من الفين واثنين وعشرين اللي هو ساكند باتش ليست MIUI 13 هنا عنا قائمة دفعة التانية MIUI 13 العالمية جلوبال بقول لك كان معنى الكلامي المكتوب انه ستبدأ هذه الاجهزة في تلقي التحديث اما ايو 13 اعتبارا من الربع التاني والتالت اعتمادا على الموقف قد تكون هناك تغييرات في الجدول ممكن قصده يعني تغييرات في الجدول ممكن تلاقي فيه تحديثات تيجي ابدر وممكن تيجي تحديثات يعني تتأخر على حسب الموقف يعني ممكن اجهزة النظام ما يتوافق معها او يكون في مشكلة عنا الريدمي 9 يعني احلى جهاز حطين اول جهاز الريدمي 9 عن جد الريدمي 9 باشا هايو يا باشا شفناها اخر تحديث اخر لـ 12.55 وتحضيرا لـ 13 طبعا هدول هايو اخدو في الربع التاني والتالت ردمي 9 ردمي 9 برايم بيجي منه هندي وعندنا كمان الريدمي 9 باور والبوكو ام 3 هو نفسه الريدمي 9 باور هذا هندي وهذا عالمي الريدمي 9 الريدمي 9 تي هو الريدمي 9 باور والبوكو ام 3 الريدمي 9 ايه الريدمي 9 هيه هايو هياخد ام ايو 13 للعلم اللي هايو سأله ولكن هياخد على اندرويد 11 ردمي 9 اي ردمي 9 اي تي ردمي 9 سي هياخد اندرويد 11 على 13 هاده برضو 9 سي وتسعة سي الان افسي نفس الشي ردمي 9 الهندي نفس الشي هذا الهندي النوع التاني انتو عارفينه اللي اقل سعر والمعالج اقل البوكو سي 3 البوكو سي 31 نفس التحديث ردمي نوت 9 طالعا معايها الان 9 اس يعني ما نسوهوش اتذكروا يا باشا ردمي نوت 9 اس ردمي نوت 9 برو ردمي نوت 9 برو الهندي ردمي نوت 9 برو ماكس انا لما اقول النسخة عالمية بتعني برا الصين اي حاجة برا الصين عالمية ردمي نوت 9 برو ماكس ردمي بوكو بوكو ام 2 برو ردمي نوت 10 لايت ردمي نوت 9 تي ردمي نوت 10 5 جي ردمي نوت 10 تي 5 جي بوكو ام 3 برو 5 جي ردمي نوت 10 اس هادي درباكو اكبر قائمة بتنزلها شاومي للاجهزة ردمي نوت 10 اس طلعوا العشرة اس هاي مذاكرينو مش نسينو مين نوت 10 مين نوت 10 برو مين نوت 10 لايت مين عشرة مية عشرة برو مية عشرة لايت 5 جي ها طبعا فيه اجهزة اخدت الان وانا باقرأ لانه احنا في الربع التاني ميت ان تي الشهر هادي ان شاء الله بيكون عنا الميت ان تي لانه وصل للاوروبي ميت ان تي لايت يعني الميت ان تي والميت ان تي برو لما يكتب لك ميت ان تي هو نفسه الميت ان تي برو مش واحد يقوله الميت ان تي برو وين هو نفسه نفس التحديث ميت ان تي ميت ان تي برو ميت ان تي لايت ميت ان اي ميت ان تي برو وهاي يذكرينه هاي يمزكرينه هاي يمش نسينه هانا الاجهزة يا باشا كلها هاي القائمة الثانية اللي هتوخذ تحديث في الربع الثاني والتالت للنسخ العالمية بقول لك هانا ام ايو اي 13 سكند باتش يعني هاي اللي بتتوخذ في الدفعة الثانية او القائمة الثانية في اللي هو 2022 هتكون في الربع الثاني والثالت يعني عندك 4 و5 و6 ربع ثاني 7 و 8 و 9 ربع ثالث يعني معاك لعند شهر تسعة كل الأجهزة هدها تكون ماخدة التحديث أنا بالملاحظة بيقول لك أنه هذه الأجهزة ستبدأ لجميع الأجهزة المحددة في برنامج التحديث الدفعة اللي هو دفعة الثانية هتأخذ 13 ولكن في الربع طبعا الثاني والثالث ولكن إذا لم تواجه انتكاسات يعني يكون في مشاكل بعض الأجهزة تتأخر وهكذا وبهيك أقدر أقول لك إن شاء الله الفيديو خلص لا تنسى الدعم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ونلتقي بفيديو جديد وإشراكوا في الكيبورد حلو؟ هذا كيبورد الجهاز الجديد جبنا بنعمل زي هي كباشا وإنسا يا باشا هي كبسي الكيبورد بتكتب عليه وكل شيء هنعمل عنه فيديو إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام